إلى ولاية تندوف حيث احتفلت طالية المدنية بيوم العامية حملت هذه السنة الشعار الحماية المدنية والمؤسسات الوطنية من أجل تدخل الفعال في إدارة الكوارث حيث تم تصطير برنامج ثري ومتنوع من أجل ترسيخ ثقافة وقائية في المجتمع التندوفي وقد تم ترقية أزيد من عشرين عون حماية مدنية إلى الضابط في إطار خاملية الشهادات وكذا تكوين أزيد من 700 متطوع في الإصعافات الأولية التفاصيل مع محمد لجان بمناسبة الاحتفال كذلك باليوم العالمي الحماية المدنية الحمد لله الدولة أوفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية خاصة من أجل تطوير القطاع ومواكبته من أجل تقدم قدما وخطوة بخطوة مع تقدمات تكنولوجيا لعرفها العالم البرنامج أعطى ثمار وأعطى نتائج جد إيجابية بحيث أنه في عدة تدخلاتهم على مستوى ولاية تندوف كانوا في الميدان وقدموا إصعافات ناجعة للمصاربين أثناء الكوارث قبل وصول الإصعافات المختصة كما كرمت مديرية والحماية المدنية بولاية نعابة متقابة